بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر وأسعد الله مساءكم في حلقتنا اليوم سنتطرق إلى خمس أسئلة بخصوص حياة طائر الحسون تابعونا إلى النهاية كي نفيد ونستفيد من هذا الموضوع تعريف طائر الحسون تصنف هذه الطيور بالمغردة وتحديدا بصنف الشرشريات هذه الطيور طيور الحسون لها 13 سلالة 9 في الرأس الأسود وأربعة في الرأس الرمادي هل طائر الحسون من الطيور الاجتماعية؟ تصنف طيور الحسون بأنها اجتماعية تتنقل بمجموعات في موسم التزاوج والمواسم الأخرى طيور الحسون من النادر نراها منفردة وحيدة في الغابات وفي السهول لاقتناء قوتها بالنسبة للغذاء أيهم أفضل حبوب البراقة أم الحبوب المختلطة؟ بالنسبة لي أنا فأقدم الحبوب المختلطة بالحبوب الزيتية خير من تقديم البراقة لوحدها الحبوب المختلطة المتكونة من العناصر الغذائية ربما بين قوسين تعوض الغذاء المتواجد في الطبيعة الذي اعتاد عليه طائر الحسون الحبوب المختلطة التي أتحدث عنها أنا هي حبوب طبيعية متواجدة في بلداننا العربية مثل دوار الشمس مثل بذور الكتان ومثل بذور النيجر والشياء والبيريلا وغيرها من هذه الحبوب الزيتية التي نقدمها مع الفلارس ويكون غذاء متكامل متكون من عناصر وفوائد تغذي طائر الحسون متى تجهز طيور الحسون الجهوزية مرتبطة بالغذاء وبالمناخ إذا كان المناخ دافأ وكانت الأغذية التي نقدمها لطيور الحسون متنوعة ولها عديد الفوائد والفيتامينات فستجهز طيور الحسون مثلها مثل طيور الكناري في البراري حسب الخبراء والعلماء في هذا المجال طيور الحسون تجهز في سن الستة أشهر إلى سبعة أشهر أما في الأقفاص التي نربيها فتتأخر هذه الجهوزية بسبب الأغذية التي نقدمها لطيور الحسون التي تفتقر إلى عديد العناصر التي كان يعتمد عليها في الغابات وفي السهول هل نستطيع ترويض هذه الأنواع من الطيور؟ عموما طأر الحسون من الطيور البرية ويصعب ترويضه وليس من السهل أن يتألف وأن يتأقلم في المناخ الجديد الذي وفرنا له ولكن بمرور الوقت وبتقديمنا له العديد من الأغذية التي يحبها فتأر الحسون تدريجيا سيتأقلم مع مربيه وسيتأقلم مع المناخ الذي يكون حوله ومع الناس الذي يراها يوميا وسيكون اجتماعيا مئة بالمئة بعدما كان بريا وكان لا يطيق البشر إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك في قناة سوق عمر ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل جديد ووضع لايك للحلقة اشترك في القناة